يدور موضوع هذا الدرس حول علامات وأعراض مرض اعتلال عضلة القلب إذا قسمتم الإسم اللاتيني للمرض ستجدون أنه يتكون من ثلاثة أجزاء وهي كارديو وتعني القلب ومايو وتعني عضلة وباثي وتعني مرض بالتالي فهو مرض يصيب عضلة القلب بناء على ذلك يمكنكم تصور ما هي أعراض وعلامات اعتلال عضلة القلب سأرسم لكم مخططا صغيرا للقلب يساعدكم على تصور ما يحدث يدخ القلب الدم في دورتين دمويتين تفصل بينهم الرئتان والجسم كما هو مبين في الرسم لمزيد التوضيح سأرسم لهذا الجسم بعض الأعضاء مثل الدماغ والقلب والكبد والأمعاء تخيلوا هذا القلب داخل الجسم وأنتم تنظرون إليه كصورة في مرآة بالتالي على اليسار هنا يكون الجزء الأيمن للقلب ونطلق عليه الجانب الأيمن يأخذ الجانب الأيمن الدم من جميع أنحاء الجسم ثم يضخه إلى الرئتين أما على يمين الصورة فيوجد الجزء الأيسر للقلب ونطلق عليه الجانب الأيسر بعد أن يصبح الدم مؤكسجا في الرئتين يعود إلى الجزء الأيسر من القلب ويتم ضخه إلى جميع أنحاء الجسم وفي الجسم يحدث تبادل للأكسجين والمواد المغذية والفضلات بعدها يعود ذلك الدم مجددا إلى الجانب الأيمن وتستمر الدورة هكذا ما يحدث في اعتلال عضلات القلب هو إصابة عضلات القلب بمرض ما وهذا المرض يسبب فشلا في ضخ الدم بالتالي لا يستطيع الجانب الأيمن ضخ الدم إلى الرئتين على نحو كاف ولا يستطيع الجانب الأيسر ضخ الدم للجسم بشكل كاف وصعوبة تضفق الدم إلى خارج القلب تؤدي إلى احتباس السوائل يوجد هنا في الجانب الأيمن انخفاض في تضفق الدم إلى الرئتين مما يؤدي إلى ضيق في التنفس وهذا من أهم أعراض مرض اعتلال عضلات القلب يظهر هذا العارض بشكل واضح من خلال ارتفاع معدل التنفس واختصاره هو RR إضافة لذلك إذا لم يستطع الجانب الأيمن ضخ الدم للرئتين فسيحصل احتباس للسوائل في الجسم ويحدث احتباس السوائل في الجسم لأن الجزء الأيمن للقلب يأخذ الدم من الجسم ليضخه إلى الرئتين ينتج عن ذلك شيء يعرف باسم الاستسقاء ويعني حدوث انتفاخ عادة يحدث الاستسقاء في الصاقين عند الإصابة بهذا المرض أو أي نوع من أنواع قصور القلب هذا فيما يخص قصور الجانب الأيمن والعلامات والأعراض التي نتجت عن ذلك لكن ماذا عن الجانب الأيسر؟ يؤدي انخفاض في تدفق الدم في الجانب الأيسر أيضاً إلى ظهور أعراض في الجسم لأن الجانب الأيسر يضخ الدم للجسم وجزء من الدم الذي يضخ من القلب يذهب إلى عضلة القلب نفسها بالتالي لا تحصل عضلة القلب على ما يكفي من الدم ونتيجة لذلك يرتفع معدل ضربات القلب مما يسبب ألماً لعضلة القلب وألم الصدر أو ألم عضلة القلب يسمى الذبح الصدرية وهي أحد أعراض قصور الجانب الأيسر أمر آخر يمكن أن يحدث نتيجة انخفاض تدفق الدم من الجانب الأيسر وهو الشعور بالضعف والإعياء إضافة لذلك فإن الدم الذي لا يصل إلى الأعضاء الموجودة في البطن لا يصل إلى الدماغ أيضاً وعدم حصول الدماغ على ما يكفي من الدم يؤدي إلى الغشيان وتعرف هذه الحالة بالإغماء وكما حدث في الجانب الأيمن حيث أدى انخفاض تدفق الدم للريئتين إلى احتباس السوائل في الجسم فهناك أيضاً احتباس للسوائل نتيجة عدم قدرة الجانب الأيسر على العمل بالشكل المطلوب لكن في هذه الحالة فإن احتباس السوائل سيكون في الرئتين لأن الدم يأتي من الرئتين وحدوث احتباس السوائل في الرئتين يؤدي إلى ما نسميه الاستسقاء الرئوي يعني ذلك تجمع السوائل في الرئتين ويمكن سماع ذلك من خلال سماعة الطبيب حيث يظهر صوت يشبه الخشخشة هناك ثلاثة أنواع محددة لاعتلال عضلة القلب سأتحدث عنها باختصار لأن لكل نوع منها أعراضاً خاصة به أول نوع يعرف باسم اعتلال عضلة القلب التوسعي في هذا النوع تصبح حجرات القلب كبيرة كما هو مبين في الرسم ونتيجة لذلك يصبح جدار عضلة القلب رفيعاً وتصبح العضلة غير قادرة على ضخ الدم بكفاءة مما يؤدي إلى قصورها من الأعراض الأخرى الخاصة بهذا النوع حدوث ما يسمى بارتفاع ضغط الوريد الوداجي واختصاره JVP ماذا يعني ذلك؟ انظروا إلى الرسم جيداً لفهم ما يحدث هنا عند الجانب الأيمن تحتبس السوائل في بعض أوردة الرقبة مما يؤدي إلى انتفاخها وبروزها في الرقبة وتسمى هذه الحالة ارتفاع ضغط الوريد الوداجي هناك عارض آخر يسمى الصوت الثالث للقلب واختصاره هو S3 في القلب الطبيعي يوجد صوتان وهما لاب داب في حالة اعتلال عضلة القلب التوسعي يكون هناك دم موجود داخل حجرات القلب وعندما يتضفق الدم من الرئتين إلى القلب فإنه يدخل إلى حجرة ممتلئة نسبياً بدلاً من أن يدخل إلى حجرة فارغة نسبياً كما هو في القلب الطبيعي ويؤدي ذلك إلى سماع صوت مميز يعرف بالصوت الثالث للقلب هناك عارض آخر خاص باعتلال عضلة القلب التوسعي وهو الزياد حجم القلب تعرف هذه الحالة باسم تضخم القلب سأنتقل إلى النوع الثاني من اعتلال عضلة القلب وهو اعتلال عضلة القلب المقيد في هذا النوع تكون عضلة القلب متصلبة وهذا التصلب في عضلة القلب يمنع توسعها مما يؤدي إلى عدم قدرة البطينين على استقبال الدم كما هو الحال في الوضع الطبيعي بالتالي ورغم استمرار عضلة القلب بضخ الدم فهناك كمية قليلة من الدم الذي يخرج من القلب لأن حجرات القلب في هذه الحالة تكون صغيرة أو لا يمكنها استيعاب المزيد من الدم بالتالي يؤدي ذلك إلى نفس النتيجة وهي انخفاض تضفق الدم واحتباس السوائل في الرئتين هناك عارض آخر لهذا النوع شبيه بحالة اعتلال عضلة القلب التوسعي وهو ارتفاع ضغط الوريد الوداجي وقد شرحته لكم أحد أعراض اعتلال عضلة القلب المقيد الأخرى هو صوت آخر غير طبيعي للقلب لكنه في هذه الحالة يسمى الصوت الرابع لعضلة القلب واختصاره S4 وهو مختلف عن الصوت الثالث للقلب الذي يحدث في حالة اعتلال عضلة القلب التوسعي فالصوت الرابع ناتج عن تضفق الدم إلى حجرات قلبية لا تتوسع وبمعنى آخر لا يمكنها استيعاب ذلك الدم المتدفق إليها بسبب تصلب العضلة مما ينتج صوتا مميزا يمكن سماعه من خلال سماعة الطبيب وهو الصوت الرابع لعضلة القلب سأنتقل الآن إلى النوع الأخير لاعتلال عضلة القلب وهو اعتلال عضلة القلب الضخامي في هذا النوع تحدث تقريبا نفس الأعراض التي تحدث في اعتلال عضلة القلب المقيد حيث أن عضلة القلب تكون متصلبة لكن جدران القلب في هذه الحالة تكون متضخمة ويتضح ذلك من خلال اسم النوع وهو اعتلال عضلة القلب الضخامي الناجم عن تضخم خلايا القلب لكن هناك عارضا مميزا جدا لهذا النوع من الاعتلال وهو توسع أو تضخم الحاجز بين البطينين يتضخم هذا الحاجز بصورة غير متماثلة مما يمنع تضفق الدم من البطين الأيسر ويؤدي إلى تفاقم أعراض اعتلال عضلة القلب في الجانب الأيسر إضافة إلى الأعراض المشابهة لأعراض اعتلال عضلة القلب المقيد من حيث تصلب جدران القلب ووجود الصوت الرابع للقلب هناك عارض آخر مميز لهذا النوع وهو النفخة والنفخة هنا هو ذلك الصوت الذي يحدث نتيجة للطراب تضفق الدم وتسمى نفخة اعتلال عضلة القلب الضخامي بالنفخة الإنقباضية وتزداد هذه النفخة مع ما يسمى بمناورة فالسالفا لكن ماذا يعني كل هذا؟ سأشرح لكم ذلك بالتفصيل هناك مرحلتان للضخ في القلب مرحلة الامتلاء عندها تكون عضلة القلب مرتخية تعرف هذه المرحلة بالانبساط المرحلة الثانية هي مرحلة الضخ ذلك عندما تنقبض عضلة القلب وتعرف هذه المرحلة بالانقباض تحدث هذه النفخة أثناء مرحلة الانقباض أي عند ضخ الدم من البطين الأيسر نتيجة اضطراب تضفق الدم وعدم تضفق الدم من القلب بسلاسة يسبب صوتا مميزا يمكن سماعه من خلال سماعة الطبيب عندما تضيق هذه المساحة هنا بين الحاجز والشريان الأبهر أو هذا الجدار هنا فإن الاضطراب في التضفق يصبح أسوأ ومنورة فالسالفا مجرد عملية تهدف إلى تقليل عودة الدم إلى القلب مما يجعل البطين الأيسر أصغر حجما عندها يصبح هذا الجدار هنا أقرب لهذا الحاجز الكبير وعند ضخ الدم عبر تلك الفتحة الضيقة تصبح النفخة أشد ويصبح صوتها أعلى عند سماعها من خلال سماعة الطبيب هذا ما يفسر حدوث النفخة الإنقباضية التي تزداد مع مناورة فالسالفا وهي عارض خاص باعتلال عضلة القلب الضخامي وأي شخص لديه هذا النوع من النفخة ينبغي معاملته على أساس أنه مصاب باعتلال عضلة القلب الضخامي حتى لو لم يكن لديه أي من الأعراض الأخرى المبينة هنا هذه كانت لمحة عامة عن أعراض وعلمات اعتلال عضلة القلب وعند إصابة عضلة القلب بالمرض فذلك يعني عدم قدرتها على ضخ الدم بكفاءة من كلا الجانبين الأيسر والأيمن للقلب مما يؤدي إلى أعراض معينة تصيب الرئتين والجسم إضافة إلى ذلك تحتبس السوائل في الجسم نتيجة عدم عودة الدم إلى الجانب الأيمن من القلب وفي الرئتين نتيجة عدم عودة الدم إلى الجانب الأيسر من القلب لديكم هنا على هذا الجانب الأعراض غير المحددة التي تميز جميع أنواع اعتلال عضلة القلب وعلى هذا الجانب الأعراض والعلامات الأخرى التي تعتبر محددة لكل نوع من أنواع اعتلال عضلة القلب ونصل بهذا إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر